السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة انت بتسأل نفسك كتير انا ازاي اتواصل مع روحنياتي ازاي اتواصل مع القوة الروحانية النورانية اللي ربنا بالدهاني الرسالة هنا بترد عليك بيقولوا لك احنا بنتواصل معك مش لازم انت تتواصل معنا اما لو انت عايز تواصل فعلي على ارض الواقع فعليك بلا اله الا الله لا اله الا الله هي تفتح لك باب الروحانيات ازا كنت عايز انك يتفتح لك البصيرة السماية والقلبية والفكرية وانك تشوف ما لا يراه غيرك وانك تسمع ما لا يسمعه غيرك فعليك بلا اله الا الله طيب اقرأها قد ايه الطريقة اللي انت ممكن تقرأها بيها وتفتح لك البصيرة هي 1111 صباحا و1111 قبل النوم بدون محد يقطعك تكون اخر حاجة تعملها قبل النوم وعليك بآية النور بعد كل صلاة عشر مرات آية النور ولا اله الا الله كمان يوجد اشياء اخرى لفتح البصيرة لتكملتها للاخر يعني انت هتكون عندك حاجة كده من الشفافية العالية اللي محدش يقدر يشوف ولا يسمع غيرك انت لطبعا للناس اللي هي عايزة ترى وتسمع اشياء من الما ورأيات يتصلوا بهم عن طريق السمع او عن طريق النظر انك تشوفهم بس بتشوف كاطياف بيضاء فقط او بتشوف يعني بيتمثلو لك مثلا في روح ابوك روح امك روح شخص متوفي تكون بتحبه علشان ما تخفش انت فاهم يعني وممكن تكون هي اصلا روح حنيات من الاجداد او الاباء او حاجة زي كده ده طبعا للي ربنا هينامع عليهم وهيفتح لهم البصيرة السمعية والبصرية والقلبية والسماء البصيرة البصرية هي بصيرة العين التالتة اللي بتفتح بس بتفتح بايه؟ بالقرآن الكريم لان في ناس عندها العين التالتة مفتوحة ولا عيازوا بالله بسبب قرين طيب انا لو عملت الطريقة دي هينفع اني اشوف اشياء لو انا عندي طاقة سلبية في البيت انصحك لا يعني لو عندك طاقة سحر بلاش ممكن تذكر لا اله الا الله عادي باي عدد انت يناسبك بس لو اللي انا هقوله ده ما ينفعش انك هتشوف اشياء من الموكلة بالسحر فانت لو قلبك ضعيف مش هتستحمل يعني اللي عنده طاقة سلبية عنية زي كده من طاقات السحر بالزاد بلاش انه يعمل الطريقة لا اله الا الله 1111 مرة صباحا 1111 مرة قبل النوم بدون انقطاع ويكون طبعا طهرت بدن وسياب ومكان علشان تتجنب اي حضور لاي شيء تاني وعمتا ذكر الله بيترود الشياطين ما بيحضرش اي شيء عندك باذن الله تاني حاجة اية النور بعد كل صلاة والصلاة يعني ما ينفعش انت تفتح عندك البصيرة بدون الصلاة تقرب الى الله يا جماعة بالصلاة بعد كل صلاة عشر مرات اية النور وبسم الله الرحمن الرحيم مئة مرة بعد ما بتقرأ عشر مرات اية النور بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مئة مرة تيجي بقى لقبل النوم بعد ما قرأت 1111 مرة لا اله الا الله بتمسك بقى السبحة يا كاشف يا نور يا سميع يا بصير يا كاشف يا نور يا سميع يا بصير افضل قول كل اسم منهم مئة مرة عايز تلفها هي مرة واحدة على السبحة يبقى هي كل حباية من السبحة تقول يا كاشف يا نور يا بصير يا سميع وبعد ما تخلصهم مئة مرة بتقول قبل ما تنام وكشفنا عنك غطاء اكف بصرك اليوم حديد وكشفنا عنك غطاء اكف بصرك اليوم حديد طبعا الناس اللي طبعا هتتكلم في التعليقات وتقول ان ربنا حاجة بعننا الشيء ده علشان ما نشوفوش الا وقت الوفاء ووقت الموت فقط لغير فربنا لما ما كشفش عننا الحجاب هي كانت نعمة لنا دي طبعا حاجة طبيعية بس هنا في ناس معاها قوة روحانية وناس انا بقول للي عايز انه يتصل بالقوة روحانية او انه يراها او يسمعها على فكرة الطريقة دي ممكن تفتح معاك السماعية فقط تسمع زي ما في ناس منكم بكتير بيقوليلي في التعليقات بنبقى نايمين وبنلاقي زي همس في الازن بقاية قرآنية معينة وبنقوم من النوم وفي ناس تاني بتكلمني بتقول بقا قاعد وحس بطنين في الازن وفيه بصفارة وفيه بنفخة كده جنب الازن وفيه بسخونة جنب الازن الحاجات تي كلها معناها انك مؤهل لانك تسمع الروحانيات اللي معاك او بتسمع الشيء اللي من الما ورأيات اللي ربنا مسخره لك انت طبعا انا بقول دي للناس اللي هم عايزين يتصلوا بالروحانيات اللي ما بيقدرش انه يتصل بيهم او مش عايز يشوف او يسمع دي حاجة ترجع لك انت فهنا ما حدش يقول في التعليقات ما احنا المفروض ما نكشفش الحجاب احنا المفروض ما نعملش شوفي اي حد بيقول الكلام ده يعني اذا كانت اخت او اخ في القناة هو مش كل الناس مؤهلة للشيء ده وهقول لكم على شيء وسر مهم اذا عملت كل الطرق اللي في الدنيا علشان تتصل بشيء ربنا مش عايزك تتصل بيه مش هيخليك تتصل بيه اذا عملت اي شيء علشان تحصل عليه فقط لغير فبرده مش هيتفتح ليك اولا الشيء ده ساعات بيتفتح للناس لوحدها يعني الانسان اللي بيبقى لوحده كده بيقرأ لا اله الا الله بدون اعداد الانسان اللي بيعمل اي شيء عشان يقرب من ربنا ويقطر في الزكر ويقطر في التسبيح بيلاقي تفتح لوحده والله يعني اول ما دخلت في الروحانيات دي في الاول كنت بقرأ باعداد كبيرة كبيرة جدا وكنت بقرب لربنا اكتر واكتر واكتر دلوقتي بنوع بين دلوقتي بنوع بين الاوراد علشان اغير في الطاقة شوية فكنت كل ما بذكر باستمرار بسم الله الرحمن الرحيم بعد كل صلاة بكميات كبيرة واجي انام اقرأ اقوله الله احد كتير اقرأ لا اله الا الله كتير وستلاقي اقوم من النوم على صوت في اذني اقوم من النوم على آية قرآنية فيها رسالة لي وقوم بقى تحس ان انت بتنزل عرق من كل مكان وكأنك كنت في غرفة فيها فرن فيها حاجة سخنة ده بيبقى دليل على اتصالك الروحي اذا حاسب بالسخونة فجأة او بالبرودة فجأة بيبقى معاك قوة روحانية في الوقت ده يعني ساعات في عز الشتاء بنحس بحاجة سخنة جنبنا وكأن في نفس جنبك او في سخونة جنبك او صهد جاي من جنب ودنك كده على طول بيبقى في قوة روحانية عايزة تقولك حاجة عايزة تتصل بيك خش اعمل خلوة بسرعة مع ربنا كده واقرأ قرآن وسبح وقولنا عليه الصلاة والسلام في حاجة هتوصلك في شيء هيوصلك ضروري فهنا زي ما بقول لكم الشيء اللي ربنا بيعوزوا يفتحوا يفتحوا الوحد بس هنا فينا استسألت وانا قلت اجاوبها وقول لكم على الشيء اللي انتو تعملوا الناس اللي عندها قلب وبتعمل الاشياء دي وربنا هيفتحها لها من عنده لان ان شاء الله كان وان لم يشأ لم يكن فانت عملها بنية صفية بنية الذكر الله وان شاء الله لو ربنا عايز يوصل لك رسالة هيوصلها لك باذن الله لو عايز يفتح لك البصيرة هيفتحها لك بكل انواعها باذن الله بس الناس اللي بتعمل الطريقة دي صورة الجن ما تتمنعش بعد كل الصلاة العيشة يعني بعد صلاة العيشة ما تتمنعش عشان تسيطر على قرينك انه ما يحجبش عنك الرؤية ما يحجبش عنك الشيء الحلو اللي انت حتشوفه لان في ناس بتشوف الملايكة في المنام وبتشوف اشياء جميلة وبتشوف حاجات نزلة من السماء وبتشوف المسبحة حد بيهدها لها ودي كلها علامات بتتفتح لك ودي كلها كشف بصير يعني مش لازم تشوفهم في الحقيقة انت ممكن تشوفهم في المنام وده برضو كشف بصير او اصدق الرؤى اللي بتيجي لما بتشوف ملايكة في المنام او بتشوف المسبحة حد بيهدها لك او بتشوف شخصة من نور بيرسلك رسالة او بيديك شيء او بتشوف شيخ بيرقيك دي حماية من عند ربنا وجنده من جنوده الخفية بتشيل عنك طاقة سحر طاقة حسد طاقة عين هي اللي بيشوف الحاجة دي في المنام متصل بطاقة روحنية متصل بطاقة علوية اعرفوا ان انتم متصلين بهم حتى عن طريق الاحلام فانت مش لازم تشوفهم في الحقيقة اللي ربنا ريد له بس انها تنكشف له او تتفتح له ان شاء الله هتتفتح له فطبعا هنا ما تحاولش او مثلا انت ما تعملهاش كأنك عايز تتصل به بالارواح او بال او بتتصل بالطاقة الكونية المختلفة هو عموما جنود الله بتتصل بك لوحدها مجرد ما انت تقرأ القرآن فانت حاول انك تقرأ لله تعالى فقط لغير وان شاء الله اي رسالة عايزة توصلك هتوصلك بفضل ربنا انا خلصت الرسالة حبيب قلبي ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته